اشتركوا في القناة ومع درس جديد وتفسير صورة الحجرات نستمع الآن إلى الآية السادسة والسابعة والثامنة من الصورة وعلموا أن فيكم رسول الله لو يوقعكم في كثير من الأمر العليل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرأ إليكم الكفر والمزوق والعسيان أولئك هم الراجدون قبلا من الله ونعمه والله عليم حكيم والآن بعد انستمع الآيات نتعرفنا على معاني الكلمات والمفردات الواردة في الآيات يا هؤلاء الذين يمنوا إن جاءكم فاسق الفاسق والعاصي والتارك لأمر الله تعالى فتبينوا فتبينوا يعني تثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة معنى كلمة جهالة بخطأ نتيجة تجعل منكم فتبينوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيضا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر اللي عندتم عندتم العندت وهو المشقة أيضا إن جاءكم فاسق بنبأ كلمة نبأ أبطال يعني بخبر أن تصيبوا بمعنى حتى لا تناروا من قوم وهم براء مما قلتم فيه أيضا كلمة لو يطيعكم في كثير من الأمر لو يعمل بآرائكم أو كما ترغبون كلمة الراشدون أرائكم الراشدون بمعنى المهتدون إلى محاس الأمور ننتقل الآن شباب إلى التفسير وفوائد الآيات كما ورغت في هذه الآيات خص الله سبحانه وتعالى المؤمنين في خطابه لهم يا أيها الذين آمنوا بأن يتبينوا بأن إذا جاءهم فاسق بأي خبر أن يتبينوا من حقيقة هذا الأمر حتى لا يصبحوا بعد ذلك مادمين على ما يفعلوا وعلى ما أقروا في أنفسهم من فوائد هذه الآية يا أبطال وجوب الاحتياط في أخذ الخبر وتناقل بين المسلمين التأكد من أن صاحب الخبر معروف الصدق بين الناس وغير فاسق ولا كاذب انتقروا معي إذا فكر كيف يتعامل المسلم مع الرشاعات التي يسمعها وبما ينصح من ينقل مثل هذه الرشاعات بما ننصحه أولا أخذ الحيطة في أخذ الخبر بين المسلمين ثانيا التأكد من أن صاحب الخبر معروف بين الناس وغير فاسق ولا كذاب والآن مع التقوين بين معاني الكلمات الآتية كلمة فاسق أحسنتم فاسق بمعنى غير عادل كلمة بجهالة بجهالة بخطأ نتيجة جهلكم أحسنتم لا عاندتم ما المقصود بالعناة أحسنتم هو المشقة السؤال الثاني ما المراد بالتبين فتبينه كما يرد في الآية التبين طلب البيان والتعرف وهو قريب من التثبت والمراد هنا التحقق يتحقق أو نتحقق مما أتى إلانا بأي خبر حتى يكون يسان على بصورة من أمره دائما السؤال الثالث استنتج ثلاث سؤال من آيات هذا الدرس بعد أن استمعنا آيات يا شباب وتعرفني على المعنى العام لهذه الآيات يريد أن نستغرق معنى أهم الفياد من هذه الآيات أحسنتم أبطال وجوب أخذ الحيطة في أخذ الخبر بين المثلين أيضا التسليم بمجابي النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بأن مجابي النبي هو الأفضل والأيسر هنا دائما أحسنتم يا شباب بارك الله فيكم جميعا هذا من الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر